للينة جننت أكتر وزينة صدم بوجودها وجري نحياتها يتطمن عليها حاببتي أنت كويسة؟ جتي هنا ليه؟ هو فيه إيه؟ أنت ما كنتش عاوزني أجي وشوفك وإنت بتخني؟ أخونك؟ آه مع البيت المشعرة أحمر دي مين هي دي يا زين؟ أنا امراته يا حاببتي شو معقول؟ أنت تجوزت؟ آه يا أخ تتجوز فيها حاجة دي؟ اللينة إيه دي فيه إيه؟ ما تكلمنيش ببرود أصلي وربنا أنا هطأ طأي من إيه؟ بالراحة شوية العصبية مش حلوة عشانك اللينة قالت الوفاء أنت مش كنتي هتجيبيلي زفت وعصير؟ هاتي أستاذين هيموتني روح يا وفاء وإنت يا جرمين نبقى نكمل كلامنا بعدين بس زين أنت بتعرف منيح أن طيارتي بكرة مفيش مشكلة الشركة هتمدلك يوم ونأجل معات سفرك اتفضلين تي أوكي فرصة سعيدة مادام زين لليان بصت لها من فوق لتحت واستنت لما تطلع بتخون يا زين؟ بخونك إيه؟ ممكن نفهم في إيه؟ مش جرمينتي أنت بتحبها من زمان وإنها صاحبتك وعمل اجتماع مغلق ومانا أي حد يدخل حتى مراد؟ وكمان قاعد معها على كنبة واحدة؟ مم مراد أنا شميت ريحت برضو في الزفت الموضوع مالو مراد ولا زعلان عشان فتش عليك زين قرب منها وبسها من شفيفها على فكرة مناخيرك كبرت صحيح يا زين؟ أيوة وبتجبر أكتر لما تتعصى بي أنا حسيت كده برضو أنا زعلان مني مين يزعلون من مين؟ وأنا غلطت في إيه للياني أنا وراي اجتماع مهم وموراد كدب عليك عشان ينتقم مني ينتقم منك ليه يعني؟ عشان ما قفقتش أساعده أن أكلم مامة سارة وتقدم معاد الجواز وبعدين أنا لليان أبص الوحدة غيرك ما هي حلوة قوية زين؟ انت أحلى على فكرة تكون لها صناعة لكن انت طبيعي انت عيش إيا للي زين هو أنا مناخير صغرة ولا لسه كبير صغرة شوية صغنوني هاتي بوسها بقى عشان هاتيكي وتسغر أكتر زين فدل يبوسها ويدلعها وهو من جواه يولع من مراد على اللي عمله بعد عنها شوية لليان أنا لازم أسافر تركيا بالليل طيب وأنا؟ والله فرع الشركة اللي هناك في مشكلة كبيرة قوي ولازم أروح أنا بنفسي سمحيني أنا مش هتأخر صدقيني يومينه بس يومين بس يا زين يومين بالعدد يروح زين أول يوم عده بسلام وكان كل شوية زين يتصل على لليان يتطمن عليها بس الأمور اتلغبطت فجأة لليان تعبد واتصلت على زين اللي كلم دكتورها بسرعة ودكتور قال لازم تيجي المستشفى لأنها بوادر طلق مبكر زين اتصل على مراد اللي أخد سارة وراحوا أخدوا لليان على المستشفى ولليان ولت بسلام وشرف فرد جديد فعلت الجرحي وزين سافر على أول طيارة وجيه على مصر في المستشفى زين دخل يجري لأمراض في وشه حمد الله على سلامتك تعال شوف النونو ده أحلى من الصورة اللي بعدتها لك لليان الأول أنا أعصابي تعبت يا مراض لغاية ما ولدت وأنا مش جنبها عاوز شوفها حقك تعال اتطمن عليها وأنا روح أجيب البابي زين دخل على لليان أول ما شافها جري عليها وحضنها وفضل يعتزلها كتير على غياب وهي عياطة عشان كانت محتجره في الوقت ده بعد وقت بسيط حمد الله على سلامتك يا حبيبتي شفت البابي آه يا قلبي الممرضات هيجيبه دلوقتي معلش يا هليان أنا كان معايا صروفة قوة مني المهم أنك رجعت بالسلامة سررت لهم يتربف عزكو البابي أمور قوي واخد منكو كتير ودخل مع الممرضات اتفضل هوا يا سيدي البشر الصغير خرج من الحضانة هاتوا يا مراض خد بس ما تخدش على كده كتير أخد على إيداء ابني والله والله كترخيرك يا مراض على اللي عملته قاسب عنه على فكرة ولا كترخيره ولا نيلة زين عيب انتو هتسموا ايه عيس الدين ما هو مش هينفع تسموه كده ليه بقى يا أستاذ مراض اسم أبويا مش عجبك عشان هو تسمى أصلا اتسمى ازاي مش فاهم أنا رحت وسميته نهارك اسود ومنيل انت زي تاخد خطوة زيدي من غير معرف سميته ايه يا مراض انت يا مراض سميته ايه سميته على اسمي مراض نهارك اسود يا مراض سميت ابني من ورايا وكمان على اسمك موتك على ايدي ده انا هقتلك مراض جري في القودة وراح نحية سرير لليان والله لو ما بعدت عني انت حر انت ايه ده اكترش يا عم بقى تسمي ابني على اسمك يا مراض مش كفاية انت في حياتي قررت له لليان زين الوضع هيتفزع وانا تعبانة ومراض عمالي هز السرير وانا ما بقتش قادرة ابعد عنها يا زفت انت وبتسأل ليه هماتك عام لخطوبة ثلاث سنين عشان تتربى يا مراض ما تفكرنيش يا زين خليني ناسي سرد احكيت اتحكي يا اختي اتحكي ما انت مش تعبانة انا اللي هموت الله اخرب بيتك يا مراض الكلب اتحرم ان اكون مع مراضي وهي بتولد وكمان اتحرم من انها سمي ابني كمان معلش بقى يا زين المرة الجاية اوعيدك انك هخليك تسمي ابنك براحتك قررت له لليان خلاص بقى يا زين والله اسمه مراض جميل شفت الناس اللي بتفهم شكرا يا للي والله لموتك يا مراض انت بتدلحف وشي عدت التلات سنين بالعافية على مراض وكل يوم مشكلة شكلة مع سعاد وسارة واللي مصبر مراض مراض الصغير اللي كان متعلق بيه جدا وبيحبه جدا وده كان مدايق زين لان تربية مراض من وجهة نظره تربية زفت وهيخلي مراض ابنه نوسخة مصغرة لدرجة انه علمه التف وكان بيتف على اي حد حتى زين مراض الصغير كبر والليان حامل وكان يوم اسود على زين يوم عرفت انها حامل لانها تعبت من تربية مراض زين كان بيمثل قدامها انه زعلان علشان حملت بسرعة بس من جواه فرحا جدا وعنده حزيمة يكمل مسيرته في الخلفاء اما عاصم يوسف اكتفوا بالفلوس اللي اخدوها لكن يوسف النار لسه جواه وشاكر اتقبل ايمان وكان بيكلمها يتطمن عليها والباشا لبس اضايا واخد اعدام فيها وابنه هيقضي عمره كله في السكن وكل حاجة بقت تمام وابطلنا عاشوا في سلام وجيهم فرح مراض وسرعة في القاعة زين بيقعد لليان غصب عنها ومراض الصغير في ايده اعوضي بقى انا مش هاخد بالي منك ولا من ابنك زين سيبني ارقص هترقصي بس لما نروح لا انا عاوز ارقص مع سارة مش هرد عليك يا لليان عشان انت عارفة رضي مراض الصغير بابا سيب ماما ترقص براحتها انت خميق قوي استغفر الله العظيم هستنى اي من تربية مراض ما تتكلمش على مراض صاحبي كده والله هاضربه يا لليان الودة بيستفزني مثليك دعوة بيه هكلمني انا انا بستفزك بستفزك انا اه بتستفزني يا ابو نص سلسان مش عارف تتكلم مراض الصغير كشر وقال له مراض صاحبي قال لي ابوك معقد وبيقول كلام غريب اهو هيتجوز وينساك وانا هعرف ربيك ازاي روح يا مارو ارقص معيهم روح يا حبيبي مش كفايا بابي مكلبش في مامي مالي بقى مكلبش فيك عشان خايف عليك وعلف بطنك خايف علي ولا غيران من سامر اخو سارة ما تجيبيش ام السيرة دي بتعصب لما بشوفه قولي انك بتحبيني يا زي تعرف يا للي احلى حاجة في الحاملة ده ايه انك رومانسية فيه قوي انا متفائل ان شاء الله تطلع بينك دي فرح مراضه سارة كان فرح بمعنى الكلمة كانوا مهايبارين ويرقصوا والكل كان فرحا ليهم والفرح خلص ومراض وصارة طلعوا السويد بتاعهم ومراض الصغير شابت في مراض الكبير وزين اقنعوا بصعوبة انه هجيبوا بكرة يشوفوا ويباد معهم صارة قالت لمراض ايه مراض الصغير ماشي اه ابوه اخده بصعوبة كان عاوز يباد حرام ما كنت تخليه يباد معنا يا مراض انتهاب لها صارة يباد مع مين ده انا بقالي سنين بحلم بأم الليلة دي اهدى يا مراض انا اتعبانة من كتر الرأس في الفرح وانا مالي انا قلتلك وفاري مجهودك لما نطلع انتي اصررت ترقصي اشرابي بقى طب سبني غير هدومي الفستانت ايه القوي غيري براحتك يا مزة انا معاكي للصبح طيب ادخل الحمام وانا هغير هنا اشتا في بيت الجرحي زين بيناي مراض الصغير بعد وسط دعايات مستمرة على مراض الكبير خلاص بقى يا مراض يا حبيبي كفايا عياط بابي انا زعلان من مراض ليه يا حبيبي على سن مستردي اخدني ابات معاه يا حبيبي هو اتعبان هو طنت صارة عاوزين يناموا والقودة مفيهاش الا سرير واحد انت بقى هتنام فين انام انا ومراض على السرير وطنت صارة على الارض حرام عليك انت تردى مامي اتنام على الارض لا انا ومامي كان ببعض وانت على الارض اتنامني على الارض يا مراض وانا اللي كنت هاخدى اكون روح ملاهي بكرة بجد يا بابي ايوة توعدني اتبطى العياط وتنام وبكرة الصبح نروح نقضي اليوم كله مع بعض نمت يا بابي تصبح على خير يا مارو انت من اهل يا باب عنده مراض وسارة مراض خرج من الحمام ملقاش سارة قعد يدور عليها وعرف انها استخبت منه يا تارة انت فين يا بطت قلبي سارة انت فين هل في الكومودينو لا لا انت تخين عليه طيب ورا السطارة لا برضو يبقى في الدولاب افشتك يمي يمي خوف تلحقوني افشتني بسرعة انت يا مراض انت لابسة اللي ازدل ليه يا سارة ناوية توبي النهاردة لا يا خفيف عشان عنصلي مع بعض خفيف يا خرب بيت الرومانسية يا سارة انا عارف ان الليلة هتبص بسببك يلا نصلي يا اختي مراض وصارة صلوا وخلصوا وصارة جات تجري مراض مسكها وشالها هو احنا فينا من الجاري انا ما فياش حل ده كله مراض عيب على فكرة مراض حطها على السرير ومسك كوباية عصير لا ده العيب كله هيحصل خدي شرابي ايه ده مش عاوزة انت بتسقيني حاجة اسفرة لا شرابي يا سوسو عشان ما تفرهديش مني بدري شرابي قلبي اشتركوا في القناة